سرح الرئيس عبد الفتح السيسي بأنه انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة فقد وجه الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريا أضاف الرئيس السيسي على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي أنه وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتبارا من الشهر المقبل